مهمة جدا قال انه الاهلي لم يحصل على حقه كاملا وانه بدل ما بنشيد بدل ما بنفرحه بدل ما بنحتفل حولناها بالاسكندراني عشان فارس تبسط الى عركة بقت عركة يا عما والله ما تشجع الاهلي مش عايزينك تشجع الاهلي بس احنا منتكلم على القيمة بتاعة الحدث نفسه القيمة بتاعة النادي المشارك نفسه الانجاز الذي يحققه الاهلي او الذي حققه النادي الاهلي ونتمنى انه يستمر باذن الله هل تتفق ان الاهلي لم يأخذ حقه وانه الاعلام وكان ده مقصود من البعض انه بدل ما كله يتكاتف عشان يحتفي وليس يشجع في فرق بين الاحتفاء وبين التشجيع بالنادي الاهلي وما قدمه لا خلي طوبة فوق طوبة وخلي العركة منصوبة بساكت بسيط قناة النادي الاهلي وحضرتك كنت عامل تغطية رائعة الحقيقة في قناة النادي الاهلي احتفوا بالنادي الاهلي اما في قنوات اخرى اعتقد ان هما كانوا بيعذبوا نفسهم بقرعة كأس العلم للاندي بيعذبوا نفسهم وهم اختاروا بارادتهم ان هما يعذبوا نفسهم معارف انت لن يكون حد الحدث مش يعني قوي او مش قادر ان هو يدي عواطف لي او مشاعر لي وحاسن ده ببعيد النادي الاهلي اكتر واكتر عن كل الخيالات اللي كانت في ذهنه من ستينيات القرن الماضي فبدأ يروح لحطة التعذيب طب ايه حط التعذيب مهانا لما جيب نجم زمال كاوي احطه يعقب او يتابع قرعة كأس العلم الاندي خلينا ما ناخدهاش خلينا ما ناخدهاش في الاطار ده انا بتكلم على الاهلي يا اسامة ليه ما خادش حق وليه الناس تلززت انه بص بقى بوزنا لهم الفرح وعملنا لهم حاجة نشاز عشان ما يبقاش فيه الاحتفالات اللي يطلق بالنادي الالي فانا مش عايز اخدها في اطار السوداء اهلاوي وده زمال كاوي كامل بقى زمال كاوي ان انت جبت نجم زمال كاوي مشهود على مدار تاريخه انه هو عندهم عدم تشجيع للنادي الاهلي ما جبتش مثلا من طبيعة اخرى بالزبط وانا مش طالب منه شجع على الاهلي فكان الطبيعة انك تعتذر ما تغطيش تغطية النادي الاهلي ليه لان النادي الاهلي حاليا في حدث عالمي المفترض ان يكون اللي بيتابع او بيغطي الحدث ده على قدر الحدث العالمي انا ضد فكرة اي سؤال لاي نجم صابق اهلاوي او زمال كاوي انت لو الزمال كاوي وبطولة افريقية او قرية هتشجع الزمالك والعكس انا ضد السؤال ده لان السؤال ده بيضع النجم بين مأصلة الجماهير سواء جماهير اهل او زمالك ومش في محله واتمنى الناس تتوقف عنه ولكن فكرة ان انت تكون عندك برنامج او عندك قناة ومش قادر تستغل احتفال النادي الاهلي وجماهير وبقرعة كأس العام الاندية وتاخد من النجاح ده جانب انت اللي خسرانك قناة وانت اللي خسرانك برنامج وانت اللي خسرانك قط برنامج برضو انا بكلم على الاطار العام يا اسام انت فاهمني يعني انت ازاي التصدير انا بكلمش على خناة انا بكلم على اطار عام ازاي انا عندي في النهاية فرح اه يعني انا مثلا ايه في اي حاجة عندي معارضة وعنده مش قاف لكن لما يبقى فيه انتصار فالناس كلها تبقى فرحة انا اصوأ المعارض او 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 ما أنا بقولش أن أنت ما تظهرش فرحتك أو ما تظهرش ساعتك بس أنا إحنا بدل ما نبقى فرحانين يعني الصورة اللي حضراتك بتعلق عليها واللي فارس علق عليها بتاعة كاس العالم دي دي صورة فارس قال كلمة جميلة جدا قالك بعد خمسين سنة اللي ربنا يديره رب العمر والصحة ويتحاكى بمثل هذه الصورة أنا ليه ما وصلتش أن أنا أخلي الناس في مصر سعيدة بحدث بانتصار مش النهار ده بس يا كابتن نعم من احتفاء النادي الأهلي وأنا دايما بقولها كلمة منافس النادي الأهلي دي لها فلوس دي بتدخلك رعاية لأن أنت منافس النادي الأهلي لأن أنت متوجد في مسابقة فيها النادي الأهلي ولكن البعض مش قادر يشوف الفارق اللي بقى على أرض الواقع واضح للجميع ما بين النادي الأهلي وما بين كل أنديت أفريقيا في شمال أفريقيا بيشوفوه فبيدوا النادي الأهلي حقه في كتر بيشوفوه في الخليج بيشوفوه فبيدوا النادي الأهلي حقه هنا مش قادرين يشوفوه مش عايزين يشوفوه فمش عايزين يدوا النادي الأهلي حقه فبيقع في مشكلة اللي هي يقلبها عاركة ليه؟ تعالى نبوز الفرح ده لكن جميل النادي الأهلي كانت أقع من كل ده وكل جميل النادي الأهلي وجيت رسالة لكل كان جميل بالذات لكل نجد احنا مش عايزينك تشجع بالعكس يعني انا مش عايز اقول ان جماهير النادي الاهلي شايفة نقطة مهمة جدا وانتو ممكن تعدونا الافان تيتر تاني يا جماعة سريعا كده يلا بس اما تجاهزوا اقولوا خلوا خلوا جماهير النادي شايفة نقطة وكلنا عندنا قرحات بيها ان اي حد بيشجع النادي الاهلي هو اضافة ليه مش للنادي الاهلي لكن عكس اندية اخرى ممكن يتباهوا بافراد بيشجعون ديهم ويبدوا يحطوهم في السي في ويبدوا يحطوهم في تيترات احنا ما ادنش الكلام ده يا كده احنا عندنا النادي الاهلي هو اساس الموضوع انت تكلمت عن نقطة عمر لطفي اصلا جماهير وهي تقف النادي الاهلي حلمك يا عمر لطفي حقيقة اسم بيكبر ومالي الكون شفت اسم بيكبر كل دقيقة شفت بقينا كم مليون احنا مش بقينا كم مليون انت بتتكلم عن اتنين مليار او مليار ونص هيشوفوا اسم النادي الاهلي بيواجه انتر ميامي في بطولة تاريخية معادل افتاح الغير عشان ايه حد فهم طبعا قيمة قيمة